فيه تطور في النصايح اللي ممكن نكون بنيديها للرجالة والستات يعني احنا النهار ده في زمن مختلف عن الزمن اللي قابلينا مختلف عن زمان ايام سي السيد وامينا مختلف يعني كل عصر وليه نصايحه وليه شكله ده حقيقي ولا بشايف ان الست ست والراجل راجل في كل العصور بتختلف بقى حاجات في التقدم في البيئة في المستوى في الامكانيات في التعليم في الشغلانة اللي بتشتغلها الست او الراجل ولكن الست ست والراجل راجل انت معان ورائي انا معان الست ست والراجل راجل على مرة العصور باختلاف العصر والتكنولوجي والثقافة ولكن في الاخر الست بتتساءل السؤال بتجاوب عليه بسؤال على مرة العصور بغض النظر عن اي حاجة تانية الست بتتساءل المالك بتقول مفيش على مرة العصور الموضوع بقى يختلف اختلافات طفيفة ولكن زي ما قلنا هو فيه صفت وير واحد متسطب في دماغ كل البنات والستات بيخليها تتصرف بهذه الطريقة بس مفيش ثوابت بمعنى إيه مفيش ثوابت في العلاقات يعني فيه حاجات سابتة في العلاقات ولا كل علاقة بقاليها شكلها وكل زمن وليه شكله فيه اختلافات طبعا ولكن فيه إطار عام يعني خلينا نرجع لعنوان الكتاب مفيش ستة تبقى زعلانة وجوزها يسألها مالك ترد علي بالإجابة هل ينا متفقين على ده على مرة العصور بقى ده ثابت لا يرغي بس على فكرة احنا بنحاول ننصح الستات بأن هم يردوا وفكرة إن الاهتمام ما بيتطلبش دي فكرة غلط لأن الاهتمام بيتطلب ولما يبقى جوزك أو خطيبك مش عارف أنت متضايقة من إيه أو فيه حاجة معينة مدايقك فيه لازم تقوليله لازم تقوليله وده كلام الناس العقلين طبعا لازم تقوليله هيعرف منين قوليله وإنت دايقتني في واحد اتنين ثلاثة أنا محتاجة واحد اتنين ثلاثة ده مش عيب هو غالبا الست بتبقى عايزة الراجل دايما في حالة من الحيرة وإحنا عارفين إذا عارفها السبب بطل العجب هي عايزة دايما في عجب مشغول طول الوقت هو مالك مفيش فيبقى عارف أن فيه فيقعد يفكر وبعدين يرجع تاني فتقوله برضو مفيش مين هي ستة الستات اللي تكلمت عنها؟ مين هي ستة الستات من وجهة نظر حضرتك؟ ستة الستات في الكتاب هي الستة اللي حطها السوفتوير في الطبيعة أو في الحقيقة هي الستة اللي بتدي النصيحة كل واحدة ستة لها واحدة صاحبتها مامتها جارة أختها آه منتخالة واحدة تقصد فيها بتديها النصايح حلو اعملي كذا بتعمليش كذا اوعي التشكري على حاجة عملها لك لحسن يفتكر نفسه ما عرفش عمل ايه النصايح دي يعني ممثلة في واحدة هي ستة الستات اللي حطها السوفتوير اللي حطها الكتاب الأصلي بتاع كيفة عمليين زوجك وده نازل على السوفتوير بتاع كل الستات في العالم كله فهي مثال لمين بتدي النصايح للستة وبتدهلها بغرض ايه مم فيه أغراض في النصايح أحيانا أكيد أكيد طبعا اشتركوا في القناة